اهلا بكم وصلت فيديو النهاردة جميلة جدا وسهلة جدا جدا هنعمل بسكوت الدورة المقرمش وناعم في نفس الوقت لذيذ وبسيط جدا ومش هنحتاج مكونات كتير لتحضيره وكمان مش هنستخدم بيض للناس اللي مش بتفضل البيض في وصفات الحلويات وهقول لكم 3 افكار مختلفة لتشكيله باشكال منوعة ويلا بينا عندي كوبيتين زبدة طرية يعني تكون برر تلاجة من ساعات بحيث تبقى بالشكل الناعم اللي قدامنا ده وانخل عليها 3 اربع كوباية سكر بودرة وقلبهم بالسباتيولا لحد ما السكر يدو في الزبدة اضيف علقة صغيرة فانيليا معلقة صغيرة بيكينج بودر رشة ملح بعد كده اضيف كوبايتين دقيق ابيض وقلبوا بالسباتيولا هيخطلط بسهولة مش هنحتاج مضرب او اي حاجة نيجي بقى نجم الوصفة وهو دقيق الدورة الاصفر وده بيضيف ارماشة مش طبيعية للبسكوت هنحتاج كوبايتين من دقيق الدورة الاصفر وقلبوا بالسباتيولا كده لحد ما يختلط كويس اول طريقة للتشكيل ممكن نستخدم مكنة البيتيفور املاها بالعجينة واستخدم الشكل اللي بحبه واشكله بالشكل ده او ممكن بايدي بمنتهى السهولة كده اكورها وابططها لحد ما وصل لشكل مدور ارتفاعه مناسب الفكرة التالتة والمميزة بجد هي اني استخدم اوالب السيليكون الحجم الصغير بحيث تبقى البسكوتاية على قطمة واحدة كده املا الالب بالعجينة وادخله الفريزر خمس دقايق لحد ما تتجمد عشان اعرف اطلعها ان الالب بشكل ناعم ومتساوي وبعدين اطلعها كده وارسها على الصينية المدهونة بالشكل ده والفكرة دي حلوة قوي وبتطلع الاشكال كلها شبه بعضه ونقدر نعمل الاشكال للاطفال زي ما احنا حابين واندخله فرن مية وتمانين درجة لحد ما يبقى لونه دهبي اطلعه واسيبه يبرد قبل ما اشيله من الصينية عشان ما اتقصرش 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 شير واشتركوا في القناة وهتلاقوا المكونات كلها بالجرامو بالكوباية في اخر الفيديو واشوفكم في فيديوهات جديدة بوصفات جديدة اشتركوا في القناة